أحمد الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى أهله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي التلاميذ والتنميذات في مقطع آخر من السلسلة شرح دروس مادة علوم الحياة والأرض بالنسبة للمستوى ديال أولى باكالوريا علوم تجربية خيار فرنسي ولمسلك دولي أولا باك سيانس اكسبيرمنتال أوبسيون فرنسي ولا سكشون فرنسيز ولا بيوف كما قلت على عنوان فيديو اليوم بحي الله سنبدأ في ترواز يامي نتيف الوحدة الثالثة لتحت العنوان فالكوميوكاشن هرمونال انغوز تواصلات الهرمونية والعصبية سنبدأ بالدرس الأول والفص الأول التحت العنوان فالكوميوكاشن هرمونال تواصلات الهرمونية سنبدأ على بركة الله كتقديم ديال هاد 3 امينيتي مقدرون كتبو بلي لقور يكونسيطي دارجان شاك اوغان يسبيسياليزه دنز يونه فنكسيون پريسيز الجسم ديالنا بتباية الحال كي تكون لنا من مجموعه ديال الاعضاء لقور والجسم دونك الجسم يتكون من مجموعه ديال الاعضاء وكل عضو عنده واحد الضور أو الحد الوظيفة محددة pour maintenir son équilibre et contrôler les différentes fonctions le corps dois disposer de systèmes de communication et de correlation انتر لديفيران تركان لنا سيدي باش الجسم ديالنا يبقى في واحد التوازن يعني يبقى متوازن ويقدر الجسم ديالنا انه يتحكم ليه في جميع الوظائف ديال هاد الجسم هادا خاص الجسم ديالنا يكون عندو واحد واحد لسيستام واحد الجهاز ديال التواصل. دونك ان سيستام ديال نادي انه يتواصلوا الاعضاء في ما بينهم. دونك خاص يكون عندي واحد واحد جهاز اللي غي خلي انه القلب يسافت ميساج الدماغ دماغ يسافت ميساج الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي سافت ميساج الكبدال كبدال سافت ميساج للقلب. أية ايش سيستام ديالتواصلوا اكنا نادي بحالك ديالس مس hier بواحد العضو غي سافت ميساج اللخر. دونك حالي كان قس time يبي جهاز ديال التواصل قبل. ولكن ils ناديهم والدي لا و Vaقد يردون19 turيخ ي renting في جيم الكلفة ايزة ديال جسم ديالنا عندو جوج الاجهيزة ديال التواصل. جهاز الول هو السيستم هرمونال أو الوكومينيكاショيان لتواصل الهرموني والجهاز التاني لتواصل هو لتواصل العصابي جوجة للأجهزة التواصل هو جهاز القطision على الوثيات الهرمونات والجهاز التواصل التاني يخliv Walker ال Dai75 الدرس الأول غادي هتمليا غير بالتواصلات الهرمونية والدرس التاني غايت هتمليا بالتواصلات العصبية دونك هاد الوحدة التالتة غادي يكون الهدف الرئيسي منها واللي هو التعرف على الاليات كيفاش يخدمون لنا هاد التواصلات الهرمونية والتواصلات العصبية دونك كالسان دونك للميكانيزم دي ديفيران تيب دي كومينيكاشن وغير بدوكي مقنع بالجهاز الهرموني والتواصل الهرموني كومينيكاشن اغمونات دونك في البرمير شابيتر الاراو كتقديم ديل هاد الفصل الاول برمير شابيتر ديل كومينيكاشن اغمونات التواصلات الهرمونية غنقولك ببساطة انه انت تتعرف يا اما في العائلة ديالكم عندكم شو واحد مصاب بالمرض ديل السكر مرض السكري شو واحد مريض بالسكر ما يمكنش عندكم شو واحد فرمت بكatan اشرق للميكانيزم دي بالميوان ماذا يعرفون المليشة ان الشخص الذين الذين يصعدون اخ存وه اذر الانسولين الانسولين هو واحد دواء الذي يساعدون أو عبارة على هورمون هذا الأنسولين هو هورمون الذي يفرض الجسم للإنسان العادي ويقولون هؤلاء الناس يقولون لهم الطبيب لا تقوم بأكل شيء السكرية ستبعد عليهم لا تقوم بأكله لا تقوم بأكله لا تقوم بأكله وقفوا هنا وراجعوا للإنسان العادي لا تقوم بأكل سكر ولكننا في الجسم أو خلال اليوم يأكلون الكثير من الماكلة التي يوجدها السكرية من الفطور؟ الفطور الذي نفطره فيه يجب أن يفطر بأكل عمر سكر أو يجب أن يفطر بأكل قهوة الخبز فيه سكر بمواد فيهم سكر الحلوة فيها سكر شيبس فيها سكر لذلك لا تقوم بأكل جسم كميات كبيرة السكر ولكن لذلك لا تقوم بأكل كميات كبيرة السكر لكن لذلك لا تقوم بأكل جسم يجب أن يكون تقوم بأكل جسم لذلك يجب أن يكون تقوم بأكل جسم كميات كبيرة السكر لذلك يجب أن يكون تقوم بأكل جسم بالتالي يحاول أنه ينظم نسبة السكر في الدم و ينظم جسم ينظم نسبة السكر في الدم بمجموعة الهرمونات لذلك بالتالي إذا درسنا كيف يتم تقوم بمجموعة الهرمونات الهرمونات في الدم إذا درسنا كيف يتم تنظيم النسبة السكر في الدم سوف نفهم واحد من المظاهر هذه التواصلات الهرمونات الهرمونات وهذا هو المثال الذي سنظم به في هذا الدرس الأول وهذا نخدمه بإذا الدم الذي يتم تنظيم النسبة السكر في الدم وهذا هو هذا الدم السكري وكيف يتعلنا هذا الدم السكري نقوم بتقديم بالفالسية بالنسبة اللي بريكتبو مالغرى الهرمونات المنظم والمعرأس ومالغرى العضور عزيه ومالغرى من المتابع ويجب أن نتخلو واحد نسبة كبيرة ديال السكر ديال السكر الغليكوز في الجسم ديالنا بواسطة التغدير ديال السكر الغليكوز فالكمية ولا نسبة ديال هاد السكر هادف الدم كتبقى تابيتا نسبة ديال واحد غرام في الجسم ديال س agent ديال النسبة ديال سكر الغليكوز في الجسم cambio كآمريك pixels 외 1956 علماء العلaffle المصابة للأبول أولينا الكميائي هو المصاب للأبول العمل على أهلي الموجي الذي يخط بأول الجسم وهذا هذا الاقدرة ديال انه الجسم ديال الانسان ولا الجسم ديال الكائنات الحية كي حافظ على التوازن ديال الجسم كنسميوها اوميوستازي والي هي التوازن بصيرة اخرى لكيليب عدنا بزاف ديال الاسئلة اللي غنحاولو نجاوبو عليهم في هذا الدرس الاول كمان ديترميني لفالور ديال غليسيمي شئين برسان كيفاش يمكن نحددو القيمة ديال التحالون الدم وللقيمة ديال نسبة ديال سكر الغليكوز في الدم عند الانسان تساو تاني كالسان لزورغان التعبنونو قو معنطنير لكانستنس ديال غليسيمي شنا هومال أعضاء اللي كي دخلو نجا الحفاد على التبات ديال نسبة ديال سكر في الدم او تساو تالت كمان سيزورغان كومنكتيل pour غيباندو بزان ديال الوغانزم سويت تالا ومع هذه المختلفة ومع هذه المختلفة ومع هذه الأعضاء التي تتحرك فيما بينهم لتجعل الاحتياجات الجسم والإنسان تسأل الرابع كيف ستكون الميكانيزم لقلعات الضوء والغليكوز في السن ايضا ما هي الأليات وكيف ستكون تنظيم هذه النسبة الضوء بالغليكوز في الدم كيف ستكون تبقى ثابتة والتساؤل الأخير كيف ستكون السلول سيبل تتحرك في ميساج هرمونال كيف ستكون هذه الخلايا التي تتم استيدافهم يجاوبون على الرسالة هرمونية لذلك الجسم للإنسان يدخل إلى هرمون كيف ستكون استجابة لهذه الرسالة هرمونية سنبدأ بالمحور الأول الذي تحت عنوان لغليسيمي إن كونستانت فيزيولوجيك ستكون لغليسيمي فكتور بيولوجيك كونستانت لذلك الجسمي نقصد بها تحلون الدم لذلك تحلون الدم هو واحد العامل بيولوجي تابت هذا هو العنوان المحور الأول كما قلنا نقصد بها تحلون الدم الجسمية تحلون الدم وقصدنا بطبيعة كمية الغليكوز في الدم لغليكوز في الدرس السابق في طبيعة المادة العضوية التي تحتوي على النباتات العقل لدينا ثلاثة الأنواع لدينا السكريات لغليسيد لليبيد الدهنيات لغليكوز لغليكوز في الدرس السكريات لغليسيد النباتات العقلية تحتاج إلى الثالج آخرين لعجول الإضافة للأَبصور Zhang نحن بالتأكير من المعدة الأنتساط بلد أول دم من المسارن بطبيعة الحال هذا ما عدنا ما نديرو به غير كثقافة عامة وكمعلومات عامة. دونك لغليكوز يتون سوخس بخنسبال دينيرجي بوغ لسلول. دونك السكر لغليكوز هو مصدر رئيسي من المصادر ديل الطاقة بالنسبة للخلايا ديل الجسم. بطبيعة الحال احنا كنعتبره السكريات من الاغذية الطاقية. يعني الاغذية اللي كتمد الجسم ديلنا بالطاقة على عكس البروتينات اللي كنعتبروهم اغذية بنائية يعني كتبني الجسم ديلنا. دونك السكريات على رأسهم سكر لغليكوز كيستعملهم الجسم ديلنا كمصدر ديل الطاقة باش يتحرك الجسم ديلنا باش يفكر باش الجهاز العصبي يخدم. دم اتسيتارا اتسيتارا. دونك عدنا اولا سغيرة. بتيتان. لاميزون الفيدانس. دي لابريزانس. دي لغليكوز دان لسن. واللي هي طبعه الحال الكشف على وجود هاد سكر لغليكوز في الدم. كيفاش غنديرو نكشفو على وجود سكر في الدم. وبساطة من اجل الكشف على هاد لغليسيمي ولا الكيمية ديال لغليكوز في الدم. واللي سبزا لغليكوز في الدم. كنسعملو واحد انصرمن دي ميزر اليكترونيو واحد جيهاز دي القياس اليكترونيو كي تسمى لغليكوماتر. اللي في بزاف دي الأشكال ولأنواة. دانك غليكوماتر, متر هي قياس ميزر. غليكو هي جيهاز. دانك هاد لغليكواتر واحد جيهاز ستعنستريمن دي ميزر DE LA QUANTITY DE GLIكوز دان لسن. هو واحد جهاز ديل قياس نسبة ديل سكر الجليكوز في الدم. دونك بساطة جهاز كتخرج منه واحد ليفرة صغيرة اللي كتتقابلين الصبع ديانا كتدير واحد تخرج واحد نقيطة صغيرة ديل الدم كتخرجها من 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 الاصبوع ديل الشخص اللي بغي يقيس يدير القياس ديل ديانا كتخرج واحد دي بلا صغيرة ما كتدر مواله كتدير واحد دربة خفية في الصبع تخرج واحد القطرة صغيرة ديل الدم دونك هذك هذك الجهاز في واحد المسشعيرات اللي كي قيسولينا النسبة ديال السكر ديال اللي كي نفا ديال النقطة ديال الدم وكي ديل الحساب وكي يعطينا تحالي الكمية ديال القياس ديال السكر الجليكوز في الدم ديالنا بالقرام بغي يتخذون كي افيشي هلينت مبل الارقام وهذه الجريبة هذي رات قطروا تديروها ببساطة في القسم دونك رات تاخدو تعرفو شحال هي نسبة ديال السكر ديال الدم عند كل شخص وغالبا فاش كان بغيو نحسبو هذك نسبة ديال القليكوز في الدم غات قوة تسمعو اللي كنديرو هادلا مزور هذي كنديروها سوغان سوجي اللي كي خصو يكون اجان يعني خصو يكون صايم جان نسميه الشخص اللي كيكون صايم يعني ما مدخلش لماكلة الجسم دياله وبالتالي الجسم دياله ما فيهش كميات كبيرة ديال السكرية دونك خصنين عرف أنا النسبة هذي هادلا القيمة ديال الكليسيمي ديال الرجل هي عند الشخص اللي خصو يكون صايم باش ما يكون شاين 빼 IP شاتة الى الحسابات لي غ diye قد وعنون Sancti تحقير من الWatahd القيمة في حلق 1 بعمل الهندف من الناس المموص للي قسم بها مرض لآخد نصف لقشر تحن الثلاث لقيمة لقيمة هي نصفه بسهول workflows وقد في حلق المستان الثلاث لقيمة في الحلق في مقرين الوغن الوغن الهندف لكن ، تحلون ، وهو الهندف بالحلق الهندفق بين الهندفق بالنسبة ضعيفة بين واحد غرام بار لتر فإن نقول الاوسيل فابلما يعني ما تتفوتش بواحد قيمة كبيرة واحد غرام بار لتر وانت تقدر تلقها واحد غرام صفر رصيلة تمانية وتسعين واحد فاصيلة صفر جوج واحد فاصيلة صفر واحد دونك ما كي تهربش بزاف على هاد القيم هادو هادية هادية الاغليسيمي عند شخص عاي دونك قرنا الاغليسيمي عند اه قيمة ديال السكر الكليكوز في الدم عند شخص طبيعي عادي سليم ما مريض موالو هادية قريبا واحد غرام بار لتر اذا كانوا عندي واحد اذا عبرت انا نسبة ديال السكر ديال الدم ولقيتها كبار بزاف من هذا واحد غرام بار لتر اشنو كنسمي هاد الحالة هاد الحالة هاد الحالة كنسميها بلي عندي ايبار غليسيمي ايبار غليسيمي بمعنى انه ايبار مرتفعة غليسيمي بمعنى انه نسبة ديال السكر الكليكوز في الدم عندي جد مرتفعة ايبار غليسيمي من فوق والعكس الى عبرت انا نسبة ديال السكر الكليكوز ديالي في الدم ولقيتها بلقيتها قلب بزاف من هادك واحد غرام بار لتر فكنسميه نايا كنقول بلي عندي ايبار غليسيمي ايبار غليسيمي ايبار غليسيمي تي حلوان الدم بمعنى انه عندي نسبة ديال السكر الكليكوز في الدم جد مرتفعة ايبار غليسيمي تي يي يهبر غليسيمي به قبير اب ديال السكر الكليكوز في الدمW ผلا ب BOYMتفعة والخرا dostęp ل的話 残لك هبار غليسيمي بني وهدبي الهبرغiques ي wprowadية غليسيمي اه باjawار دم المهم عليها ايبار غليسيمي با Survival غليسيمي سجد مرتفعة قيمة تحلون الدم عند شخص سليم طبيعي ما مريض موله. ولا تقدروا تلقاها مكتوبة في بعض العناوين في بعض الدروس. وهي التغيير تحلون الدم أثناء الوجبات التي نتناولها خلال اليوم ديالنا. لدي هذه الوثيقة رقم جوجة كتبية هذه التغييرات التي يكونون تحلون الدم. سوف نبدأ بهذا المبيان الأول. الذي قمنا فيه بقياس الغليسيمي. في المحوار العمودي لدينا تحلون الدم بالقرام بارليتر. بدلالة الزمن بدلالة لطن بالساعات. في البداية ما كان عندي؟ كان عندي تركيز تحلون الدم عند الإنسان الطبيعي الذي قدرنا عليها تجربة. هذا ما كانت تقريبا. ثم تبقى لكم قليلا من واحد. لذلك سوف يتسعود. لذلك قدرنا تقريبا تقريبا تروح من واحد. وقل واحد من واحد. ناور الهوار نورمال. الأرقام الطبيعية من الاغليسيمي. لذلك هذا الشخص هو سليم. فوقت. لذلك في البداية هناك إنجستيون دي غليكوز. يعني حتنا لهذا الشخص هذا عطينا سكر لقليكوز ديفنا لي دلكت سكر لقليكوز في الدم دنك ابري الانجزيون دي گلوكوز بعدها اضافة هذك سكر للقليكوز في الدم ما يلاقص экспوط الحان ما لو الملحانه تطلع بالزربة دنك عندي او نقوم نتائسان رابيد هاد الارتفاع دياله تین الاخليسيمي لديه اونقومنتايون رابيد ديالا غليسيمي اشفاع سريع ديال نسبة ديال السكر في الدم طبيعة الحال مشات تقريبا منصف فاصيلة سعود مشات تقريبا حتى الوحد فاصيلة 4 جرام بار ليدر ومن بعد شنو لاحظنا لاحظنا باللمونحانا بدك انخافض تدريجيا دنك ديالا اون ديالا غليسيمي احتراح تقريبا القيمة الطبيعية ديالا والا القيمة البدئية ديالا اللي تقريبا واحد غرام بار ليتر سفصيلا تسعود غرام بار ليتر. تالي هنا كنسنجو باللي راه لها غليسيمي باللي هاتحلون الدم. راهو مالو كما قلنا قبولا باللي راهو من كونستانس بيولوجيك يعني هو واحد تابتة بيولوجية. لي وخاد انسان كيبقى يضيف نسبة كبيرة ديال غليكوز ولا نسبة كبيرة ديال السكر كيتناولو فرا ديما كترجع القيمة البدئية دياله كيكون واحد تغيرات طفيفة مرة كيطلع هاداك لنسبة ديال غليكوز في الدم مرة كتنخافضة بنشوفو من بعد دونك كيكون واحد للتغيرات اللي طافيفة ولكن من بعد كترجع القيمة الاصلية دياله القيمة البدئية اللي كتبقى منها واللي هي كتبقى تابتة. هنا الثاني اللي اعطونا فيه la variation de la glycémie au cours de la journal. ميبيان الثاني قالونا التغير ديال النسبة ديالتحلون الدم خلال اليوم عند واحد شخص عادي. دونك قمنا بقياس la glycémie في الاكس vertical والاكس horizontal عندنا بطبيعة الحال بدلالة لطم بدلالة الوقت والزمن. ديما نشو من البديئة ديال الكوب من البديئة ديال المنحنة. المنحنة فين كانت تقريبا في صافر فصيلة ثمانية. دونك تقريبا قل من صافر فصيلة سعود واحد شوية. دونك فالور نورمال فالور عادية طبيعية ديال ديال لغليسيمي ديالتحلون الدم. مع الثمانية ديال الصباح هذا الشخص هذا اللي درنا ليها تجربة يدي فاق مع الثمانية الصباح. شنو تم معدنا بوتي ديجوني. دونك هذا الشخص هذا nouveau اختار لفطور دياله. وطبيعه فيه كل سكر، فيه الشي شي كوفيتير فيه شي حاجه. دونك فيه شي حاجه لي اللي كيتكل اللي كايكلها قاع عباد الله. دونك هذك شي اللي كانااكلو قاع impose عباد الله فيه. الليление ماكلا فيه هم رجل ماكلا فيه هم سكرية الدونية بروتينات. دونك الماكلا فيه السكرية بمعنى اخرها من فكرة الجليكوز فيها وسكراك یاد الماكرة تفضل، ما رأيت الجليسيمي كان تشعر اللقد اختارها و لذلك التساعة يعني اختارها من الماكلة التي تشعرها السكريات بالالتالي ، ثم تشعر هذه التساعة هي النسبة للسكر في الدم لذلك فمع أنه تشعر السكر وإن سيزام النسبة للسكر في الدم عادي طبيعي ولا يزامنا نقوم بإذن ثم تدري الزربة برن مرور الوقت لأن نسبة للجليسيمي قد تبدأ تغادى وكتنخافض وكتنخافض تدريجيين تدريجيا حتى تقريبا قربت ترجع للقيمة الاصلية ديالها. دونك يلا بغت ترجع للقيمة الاصلية ديالها تقريبا الوصلات سفا فاصيلة سفا فاصيلة نقولو كدو ثمانين خمسة وثمانين. شنو عندنا عندنا شخص مالو هادك السيد مالو مش هتغدى. وصلات لوقيتها دياله ناد تغدى. الاغداء بتاع بعتحال فيه بطاطة في كدا في في احسير في شكاز تيا الملاثة. دونك في ناحية حاجة كين واحد المصادر ديل السكريات. دونك كلا شوية ديل السكر. شنو غيطر لديك لاغليسيمي يعني نسبة السكر في الدم. ارتفعت. دونك ديطلع لها منحنة. طبيعة الحال كمية ديل الماكلة اللي كانا اكل في الغداء. ماشي هي الكمية ديل الماكلة اللي كانا اكل الفطور. الانسان كيتغدى كيتغدى بوحدة كميات كبيرة ديل الماكلة بطبيعة الحال. دونك كي يعني كميات كبيرة دي الماكلاك يعني كميات كبيرة دي السكار اللي غيدخل جسم دياله وبالتالي المنحنة رغي يطلع بزاف المنحنة مقارنتين مع المنحنة ديال الفطور لكن هنا شنو عندنا الشخص شنو دار مباشرة بعد ما تغدى مشاء الله صال ولا مش قصر شماش ديال الكورة لانك ما عندك ونكتيفيتا فيزيك مش هدار واحد اللي مجهود بداني مفهم؟ وحنا فاش كنديرو مجهود بداني كم كنقولوا ماباشك انسان كومشه يجري ولا كومش يدريني ولاce لا يمشي لع بالكورة ولا كومش باصكات ولا كومش يتحرك كم كنكولو ل انقبلو رابنا على مره يحرق 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 يعني يحرق السعورات الحرارية يحرق Fei شال الخزان اللي عنده وبالتالي فاش كي حرق فاش كي يحرق رغه كي يتقmänزف الطاقة اللي عنده الطاقة اللي عنده في جسم دياله كي يتقنزفها وبالتالي المنحنة ما يبقاشч غدي يطالع يبقى هذي كان خافض بشوية بشوية. في النهاية ديال الاكتيفيتة الفيزيك الانسان كان يقولوا رات سالعيا صافعيا انسان فاش كي يدير شي يحسة فلا صال مزيانة ولا كي يقصر شي ماتش مزيان فاش كي يسالي يكون فيه الموت ديال الجوع. بالتالي كمورة مسالة هاد الاكتيفيتة الفيزيك ديال وهاد السيد هذا. شنو لاحظنا تماما لاحظنا باللي النشبة ديال السكر القليكوس والدم انخافضات انخافضات رجعت القيمة تقريبا ديالسها فسيلة ملياسر فسيلة خمسة وثمانين. قد رجعت القيمة البدئية ديالها. شنو ده تعشى عود ثاني دونك عندو واحد ديني. شنو لاحظنا باللي النسبة ديال السكر القليكوس والدم عود ثاني ارتافعت. ومن بعد دات غادة وقت نخافض تدريجيا. دونك عود ثاني لسومي السيد ناد نعس مع ذيك العشرة ناد نعس. شنو لاحظنا باللي القيمة ديال السكر القليكوس كتطلع في طفيف واحد الارتفاع الطفيف وتعود تنخافض. هاد الانخفاض هذا الشيء فاعل الذي نقدره نقوله مهمل نقل يجاب الواحد من خفاض مهمل ذنك تبقى ترى واحد من ديك القيمة البدئية ديه بالتالي من هذا الشيء كامل كنشوفه باللي الملحنة كي يطلع ويعود يهبط كي يطلع ويعود يهبط وكما قلنا قبيلة كي يطرى القيمة ديال العقليسيمي القيمة ديال النسبة ديال السكر في الدم كترجع ديال القيمة البدئية ديالها وهذا الشيء دارة غير عن الشخص اللي كيكون ساليم عن الشخص اللي كيكون طبيعي يعني ما كيكون المريض لأولا رغم أنني عندي بزاف ديال العوامل اللي كي اطرع لارتفاع ديال النسبة ديال السكر للغليكوز في الدم سواء الإنسان فاش كي يأكل سواء فاش كي يتريني سواء فاش كي ناس بزاف ديال العوامل ده بنشوفه كل عامل اشنو كي تير بالضغط لكن الرئيسي وهو أنه القيمة ديال غليسيمي لقد وقت ندول م Lagائل إ��ه hurdle رخيزة قليع مع ديال الوقيما الطبيعية ديالها ودن السينتاجje نقدر عانك تبو ديال الغ SaaS ديال العوامل هلة بزئر عقيد paling خرد هذه العديد أو هاتية القليسيمي رإشارتها في السكر Seriously في الخض somm هتفاع يعني الأخذية أو التغذية، الأكتبات تنشاط البدني، الديما نسبة ديالسكر الغليكوز في الدم ديما كترجع للقيمة الطبيعية دياله. لسلا و ندك كالالغليسيمة يتو نسطente فزيولوجيك بي يدوكيه يدوكيه دون لك، اللي، يدوكيه دون لكيه ميكان تميك الاغليسيمة، يدل على الشعر لانه هاد الاغليسيمي تي حلوان الدم هي واحد القيمة بيولوجيا اللي تابتها وكين واحد الالية في الجسم ديالنا لكتنظم هاد الاغليسيمي يعني وخاك ترتافي عندي نسبة دي الاغليكوز في الدم كيناش حاجة لكتعاود تبطو وخاك تهبط لنا النسبة دي الاغليكوز في الدم كيناش حاجة لكتعاود طلعو والهي اللي غن تعرفوا عليها في الفيديوهات المقبلة ان شاء الرحمن وهكذا نكون سيئين الفيديو دينا دي اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته